مرض النقرس داء الملوك أو داء الأثرياء هكذا عرف هذا المرض عبر التاريخ ومن أشهر من مرض به السلطان سليمان القانوني بالإضافة إلى عدد من ملوك أوروبا فما هو هذا المرض الذي قتل سليمان ولماذا سمي بداء الملوك قبل أن نواصل عزيز المتابع من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو ترك تعليق أسفله النقرس هو صورة معقدة من التهاب المفاصل ويمكن أن يصيب أي شخص خاصة الذكور يتسم هذا المرض بنوبات ألم مفاجئة وحدة عادة ما تأتي في الليل غالبا ما يصيب إصبع القدم الأكبر أما عن سبب تسميته بداء الملوك أو داء الأثرياء فذلك لأنه مرتبط في المقام الأول بنمط الحياة ويأتي عادة نتيجة للإكثار من تناول اللحوم وطبعا في العصور الماضية فإن الأثرياء والملوك هم فقط من كانوا قادرين على تناول اللحوم بصورة يومية ولقد كانت أول حالة موثقة من المرض في مصر الفرعونية وذلك في سنة 2640 قبل الميلاد حيث وصف بالتهاب مفصل إصبع القدم الكبير كما يعتبر أبو قراط المعروف بأبو الطب والذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد هو أول من اكتشف هذا المرض وعرضفه باسم مرض عدم القدرة على المشي ومن الطريف أن هورموس قد أورد في علاجه أن الجلوس على جلد الأساد يذهب البواسير والنقرش وكما أسلفنا فإن أشهر من أصيب به السلطان العثماني سليمان القانوني وعندما اشتد عليه مرضه لم يبالي بنصيحة طبيبه وخرج على رأس جيشه لحصار مدينة سكتوار المجرية ولقد خلده التاريخ بعبارة عظيمة عندما قال أحب أن أموت غازيا في سبيل الله جدير بالذكر أن مرض النقرش قد يتطور إلى التهابات تصل إلى القلب وعندها يتسبب في الموت كما حدث مع سليمان القانوني هذا السلطان الذي هزم الجميع ليهزمه في الأخير مرض النقرش وطبعا قبله إرادة الله ويحدث مرض النقرش نتيجة للزيادة في مستوى حمض اليوريك وهو المنتج الطبيعي النهائي للتمثيل الغذائي لأنواع من البروتينات الموجودة في الدم وفي سنة 1683 حدد الطبيب الإنجليزي توماس سيدنهام حدوث النقرش على أنه عادة ما يأتي في ساعات الصباح الباكرة كما أن هذا المرض عادة ما يميل لإصابة الذكور الأكبر سنا ويعتبر التغيير في أنماط الحياة السبيل نحو منع هذا المرض وذلك بالإكثار من شرب كميات وفيرة من الماء لتخفيف تركيز حمض البوليك في البول يذكر أنه في القرن الثامن عشر في بريطانيا بدأ مرض النقرش في مهاجمة الطبقة الأرستقراطية ليتحول إلى ما شابه الوباء وقيل بأن بريطانيا الأخذة في الاتساع أنذاك كانت تغدق الثروات على سكانها مما زاد من اتساع الطبقة الأرستقراطية وبالتالي انتشار النقرش ولقد دون الطبيب البريطاني توماس سيدنهام في ملاحظاته حيث أنه كان أيضا يعاني من هذا المراض أن تلك الآلام التي تصيب المريض هي آلام نبيلة لا تصيب سوى الملوك والأمراء والجنرالات والفلاسفة تفسيرات أخرى وجدها البريطانيون حتى يهونوا على أنفسهم آلام هذا المراض الحادة فاعتبروا النقرش علاجا وليس مرضا وذلك بإشاءة أنه يجعل الرجال أكثر فحولة يدرج ذلك طبعا في محاولة للتعايش الفكري معه وفي إحدى كتاباته ذكر الكاتب الإيرلندي جونتان سويفت بأن مرض النقرش يمنح صاحبه الفرحة والعمر المديد ويعطيه قوة جنسية كبرى وبهذه الطريقة تحول هذا المراض من سقم مؤلم قاتل في أذهان المرضى إلى وباء شاعر أنيق مرتبط بالملوك والنبلاء كل هذا فعله مرض الملوك النقرش في أجساد ونفسيات مرضاه أردنا أن نتحدث عن تاريخ هذا المراض المرتبط بالملوك والأثرياء أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم إلى اللقاء في فيديوات أخرى تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر